بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات أقدم لكم الحصيلة اليومية لمرض كوفيد-19 ببلادنا وأود أن أذكر في البداية على أن هذه الأرقام هي أرقام مؤقتة في انتظار الحصول على باقي الأرقام من المختبرات المرجعية ببلادنا والتي سيتم نشرها لاحقا بالموقع الرسمي لوزارة الصحة خلال بعض الوقت بين السادس مساء من ليلة أمس والسادس مساء من اليوم تم تشجيل 26 حالة جديدة لمرض كوفيد-19 ليرتفع بالتالي إجمال عدد الحالات المسجلة في بلادنا إلى 359 حالة واستبعدت بعد النتائج المخبارية 1461 حالة توزع هذه الحالات 359 حالة على جهات المملكة وفق ما يلي جهات دار البيضاء 6 107 حالات جهات فاس مكناس 63 حالة جهات الرباط سلا القريطيرا 64 حالة جهات مراكش أسافي 62 حالة جهات طنجة طوال حسيمة 23 حالة جهات سوس ماس 11 حالة جهات بنيم الله الخنيفرة 10 حالات الجهة الشرقية 13 حالة خمس حالات بجهة ضرعة فلالت وحالة واحدة بجهة قلميم ودنون جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الدخل والدهاب صفر حالة تنقسم هذه الحالات بين 42% من النساء و58% رجال عدد حالة الوفيات للأسف الشديد تم تسجيل ثلاثة حالة وفيات أخرى لتنضف إلى 21 حالة وفاة فيصبح الرقم 24 حالة وفاة مسجل ببلادنا بالنسبة لهذه الحالات حالة الوفيات تتوزع بين جهات الملكة على الشكل الآتي 6 حالة وفاة بجهة الضر بضاستات 5 حالة وفاة بجهة مراكش أسفي 4 حالة وفاة بجهة الرباط سلا القنيطرة 3 حالة وفاة بجهة فاسم كناس حالتين وفاة بكل من الجهات الشرقية وجهة سوسمسة وحالة وفاة واحدة بكل من جهة بن ملا الخنفرة وطنجة طوان الحسيمة وبالنسبة لحالة الوفيات كان المعدل السن هو 66 سنة وجميعها تعاني من أمراض مزمنة وكلها يعني دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حالة حارجة بالنسبة لمجموعة الحالات المسجلة في بلادنا التي هي 359 حالة تنقسم بين 59% من الحالات المحلية و41% من الحالات الواردة بالنسبة للحالة السريرية للمرضى على الساعة قبل دقائق من الآن 13% من المرضى لا يعانون من أي أعراض سريرية اليوم 72% يعانون من أعراض في حالة هيئة أو متوسطة 90% منهم يوجدون في حالة خطيرة و6% يوجدون في حالة حارجة هذه هي الحصيلة المؤقتة لمرض كوفيد 19 ببلادنا إلى حدود هذا الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته